ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثلاثة قزبر ثوم 4 كاز تجربة وبلسلة الخيار الحم على حسب ما اخذت هذه الكمية لحسب الاشخاص اللي عندكم. هنا اخذت هذه البصيلة هذه الحمراء الصغيرة اللي غادي نطيبها في الطاجين كتجي غزالة وكتعطي واحد الماداق اللي هو رائع كتجي مع سلو زوينة اه هنا الحم غادي ندير العطرية ديالي في الحيمات باش اه دخل لهم هذه العطرية ويجي فيم واحد البنة اللي هي زوينة هادي اه كننأكد عليها ضروري دلو هاد القادية هادي نترقدو اللحم قبل يعني قبل بساعة ولا بساعتين ولا بغيتو كاحت هادي لقبل كي يجي رائع يعني اللحم لدي الطاجين ولا دي اللحم بالبرقوق ضروري ترقدوه نحن نضفت العطرية اه فادك للحيمات وضفت اذك ربع كاز ديال زيت زيتون وغادي ندير تومة عطرية اه لا تخدمهن لطبيق الفخ ت τηغة اخرى نضيفها في الكوكوط نضيفها في الكوكوط نضيفها في الكوكوط ضفت البصلة لدي بصلة صغر قمت بصلة كبيرة قمت بصلة كبيرة القرية كم الناس تجعل الماء فيها الحم و اضفت ماء مباشرة حتى تجعل الماء و تؤدي الكوكوت فقط لتجعل الماء فضع الحيمة اضافتها في المريقة لقد اضافتها في طاجين كيف يأتي بأسفل طاجين وفضل لا نقل أي شيء لأنها تصدقى في الملوخية التي تُرمنا بها تقلقها من ملوخية الملوخية ننصح عليها معمركم لا تقوم بها في الكوكوت تشتت و لا تبقى زوينة اخذت البصائلات من قبل اخذت الطماط قطعتهم دي تخونش والباطاطات دي تخونش و هذه القصبر مع دنوس سوف نضيفهم من الفوق نضيفهم مع الحيمة الملوخية تبقى اختيارية على حسب كل واحد وشنو كيبغي دير في الطاجين انا ضروري كندير شوية البطاطا على حسب الوليدات الصغار وصافي وغدي ندير الملوخية حتى الملوخية كتعجب بولداتي هي زوينة وصحية هاد الملوخية هاد زوينة يعني الناس لي كيبغيوها ملعشاق هاد الملوخية راه كتجي زوين بهاد طريقة هاد في الطاجين صدقوني هاد الطاجين هاد إلا جربته غدي عجبكم بزاف صافي هادوك اللي تخونش تعالي طومات تعال ما طيشة ضفتهم من الفوق من هاد الطاجين شو معي انا حطيت يعني الملوخية حطيتها عشوائية يعني مش يزوقتها ولا لكل واحده على حسب يعني هي واخر غدي تبقى يزوقي فيها ما غديش يعني ما غديش يعني كتطيح من هنا ومشيش حاجة اللي كتكون كبيرة وكت يعني كتزوقيها وكتخليها وكتتبقى في بلاستها هنية ما قلش لكم ما القبل خديت زيتون هادة هادة الشمعية من البلاد يعني زيتون ديال الطار رائح الشمعية اه يكون هاكا يعني مصيب ديال الطار كي يجيزوين صافي يدفتو هكا من الفوق الشمعية واخديت هنية القزبرون بعد نوس اللي ما قلت لكم ما القبل خليتو على حسب باش نديرو من فوق كي يجيته وزوين كيجي عطي واحد الشكل اللي هو وزوين في الطاجين وفي نفس الوقت يعني يعطي واحد بالنزوينة في الطاجين هنا ما قدش لكم من قبل خليوا حد شوية ديال لاصوس ديال يعني المرقة خليوها شوية باش تضيفوها من الفوق أنا ما خليتاش هاد الشيء لاشان هذا بغادي ننهزعي شوية بالملعقة وغادي ندير من الفوق شو معايا يعني نسيت ما خليتاش من قبل انتو ما خليوا حد شوية هك وضيفوها من الفوق سافي غادي نقن هزكي مش شو معايا ونضيف من الفوق هديك المرائقة هي رو خاما تديرو هاش هديك المرائقة من الفوق ماشي مشكلة يعني مني كتدو الطاجين نرى هديك هديك اللاصوس عاوتاني مني كتبدو تبخ يعني كتطلح تل هذا تطلح تل الخضرية يعني من الفوق سافي غادي نستطاجين ديالي وغن خليها طيب حاجة واحدة اللي غادي نأكد لكم عليها لبنات هي هاد الملعقة صغيرة هدي اه ضروري يخصكم تديروها باش ما يفيدش لكم الطاجين ديالكم ديروها هكا إلا كان عندكم هكا المرقة شوية كثيرة باش ما تفيدش لكم في الجناب اه صافي بعد ما خليتوا يعني طابلية شوفوا كيبقى على هاد الشكل هذا وهاد البصيلة هادي لعندكم ديروها ركات جي غزالة هاد البصيلة الحمراء صغيرة اه صافي انك تكون المريقة عاقدة والطاجين ما يكونش يعني فيها المرقة بزاف متخليوش في المرقة بزاف خليو حتى ينشط باش يجيوكم مزوين وانتمنى هاد الفيديوتنا الاعجاب ديالكم وقلت غادي نشارك معكم هاد طويجين بالنسبة لبنات المبتدئات يعني كيكونوا بزاف ما كيكونوش عارفين الطريقة ديال الطاجين واخوتتنا الجزائرين انت مرة ما تبغوا هاكا الطريقة ديال الطاجين اللي تعجبوهم بزاف فا قلت غادي نشاركو معاكم وكنقول لكم شكرا لكم بزاف وشكرا للناس اللي عاد نضموا القناة جداد كنقول لكم مرحبا بكم وكنقول لكم بغ تجيو الفيديو مع الاهل ديركم وصحابكم باش القناة ديالنا تكبر وشكرا لكم وشكرا لدعمكم لي ولي عندو شي سؤال خليه في كومنتيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة